السلام عليكم في نفس المكان الذي كان مضم مرضبة في غزة وقف قبل 700 سنة تقريبا رحالة مغربي من حاحا اسمه العبدالي وقال غزة مدينة متسعة عامرة لا صورة لها وهي أكثر عمارة من كل ما تقدم ذكره زي ما فكتبه من بلاد الشاب بعده بأربعين سنة تقريبا وصل حالة مغربي آخر أكثر شوها هو ابن بطوطة وقال عليها على غزة أنها متسقة الأقطاع كثيرة العمارة حسنة الأسواق بها المساجد العديدة وهذا المغربي الأسواق عليها هالجوش هم شويا بزاف دير المغربة اللي زاروا أو اللي جوا واستقروا عبر التاريخ في فلسطين اللي كان قال عليها قبل الجغرافي الأندلسي أبو عبيد البكري في كتابه بما سالك و الممالك أن حدودها في عهده كتبدا من طريق مصر من مدينة اسمها أمج ثم غزة ثم الرملة عبر التاريخ غد نعرف من مصادر مغربية كثيرة أن مغربة بزاف توجد ثم اللي استقر واللي جا تجارة أو حج وحتى اللي جا بشي جاد رحالة بن جبير مثلا غد يعود ناو الصليبيين كحتى اللي الشام أنه شاف المغربة يفرض عليهم ضرائب أكثر من المسلمين الآخرين حيث هم اللي كانوا معروفين تما بالشراكهم في الحرور ومن اللي غد يوصل الزمن اللي غد يزور فيه رحالة عبدالله أبو سالم العيشي القدس وهو المعاصر البدايز الدولة العلوية في المغرب فحتى هو غد يعود في كتابه المعروف بالرحلة العيشية على مزار اسمه طور زيتا كي ينشرق المسجد الأقصى وكي يطلع القدس كلها وغد يقول أن هذا المكان كان فيد من صارح ترجى شيخ المشايخ وخادوا منهم بأموال كثيرة تفعها لهم غير بشي يرجع المكان وقف للمسلمين وأن هذا الشيخ كان اسمه محمد بن عمر بن محمد العلامي المغربي أجينا عبدالحكاية لكن هذا المرة ماشي من الأول أول حاجة عندي إشهار ديال شركة ساندوير وهي الشركة ديال تحويل أموال إذا كنت يعيش على برا كتصيفة فلوس لداركم أو حتى كنتين تار في المغرب وشي حد هو اللي كي صيفتلكم فبهات الطبيقة تقدر تصيفت فلوس من أوروبا أو أمريكا للمغرب ويوصلوا بعد ثواني بأحسن ثمن ديال الصرف موجود في السوق وبلا مصاريف ديال تحويل ستجد رابط ديال تطبيق في الواصل ديال هذا الفيديو جربوا بنفسك لا تتقش بي أو ورسلوا من ما بغيتي جربوا ويقرنوا أو لا قرنوا مع تطبيقات اللي كنتك تستعمل قبل وإذا استعملت كوت برموديالي نوفل تطبيق سيعطيك 5 أورو مجانية شحل هذه كانت عشرة بشيرة حبك زيد عليها شحل ما بغيتي ولو غيئه واحد وصيفة كل شي لعائلتك 6 أورو الخمسة الأورو مجانية زيد واحد الأورو من عندك أو كتر كن كريم مع عائلتك العواشر هذه هي مشي العواشر لكن ديبجي المهم أنت غدي تربح الشركة غدي تربح وحتى أنا غدي نربح والأهم موالين الدار غدي يربحه تطبيق آمن والشركة اللي وراه كبيرة فعام 1785 سافير المغربي وصل القدس جاي من إسطنبول إعجابه كان كبير بالمدينة وأول مراحضة لها على القدس كتبها كانت أن للقدس صور حاصين مبني بالحجارة في غاية الكامل والإتقان وأن لها استدين الأبواب باب العمود وباب الزاهرة تنطق داب الساهرة والثالث باب الأصبط الأصباط ثم باب المغربة وباب النبي داود وباب الخليل في حين ما اتكرش الباب السابع اللي هو الباب الجديد الموجود في عصر الندابة حيث كان بقي ما كانش فعاده هاد السفير كان هو محمد بن عبد الوهاب بن عثمان المكناسي سفير السلطان المغربي سيد محمد بن عبد الله اللي كي نحلق عليه إلى السلطان العثماني عبد الحميد الأول والمشهور بكتابه الإكسير في فكاكي لأسير الباحثان محمد المنوني ومحمد بن عبد عندهم بحث نطبعوا عليه في العدد 39 من مجالات المناهل بعنوان رحلة بن عثمان المكناسي إلى القدس الشريف ومناطق من فلسطين كي نصخوا فيه جزء من مخطوطة دياله كي نكتبها كي نفل خزانة الحسانية دون فيها هاد السفير بن عثمان مشاهداته في هذه الرحلة اللي كي بداها بقوله أنه أول مدخل الفلسطين بات في قرية اسمها البيرة كانت في شمال مدينة بيسان وفي حالها في حال المدينة ما بقيتش كي ندابع حيث سكانها طردوا من أرضهم في عام 1948 السفير المغربي كي سالي رحلته بيت في قلعة اسمها صانور كانت في شمال مدينة جينين الحالية وبين مجيئوا ذهابوا سيزرح حالة المغربي القدس والخليل وقرية سانجيم وفي مذكيراته سيتحس به في حال شحوتك يعم في بحر كنتميلي مندمش في حاله يقول السين منوني في بحثه مع المجتمع الفلسطيني يهدر مع الناس الموسطاء منهم يناقشهم ويسمع شكواهم ويعود لهم حتى على كيفاش كتخط ضائب من الفلاحين المغربة في عهده مشاهدة ابن عثمان المكناسي اكتبها هو في الأساس باش يوريها ويتطلع عليها السلطان المغربي سيد محمد بن عبدالله اللي كان معروف عليه في حاله يشوفنا في الحلقة دياله أنه كان محب للكتب والعلوم لكن الأعجب من هذا الشي كامل هو أن نفس هذا السلطان مرتبط بالنسبح على آخر ظهر القدس مئات سنين قبل في زمن المرابطين في عام 1092 ميلادية وعاش فيها واكتب عليها المؤرخ عباس بن براهين في كتابه الإعلام سيقولنا أن جدة السلطان سيد محمد بن عبدالله خناس بن تبكر وزوجة جده السلطان المولى إسماعيل كانت رممت قبة ضريح أبو بكر بن العربي لهو أحد أجدادها أبو بكر بن العربي ماشي محيد دين بن العربي هذا كشخص آخر هو دافين فاس ومولود في إشبيلية فعهد كانت في هذه المدينة تحت سلطة بن عباد فلما عبر المرابط إلى الأندلس وسيطروا عليها بعد قضاءهم على ملك الطوائف بدأت رحلة ابن العربي هذا معباه نحو المشرق والصمرت لمدة عشر سنوات سبب هذا الرحلة في خلاف كي المؤرخين في حل بن خلدون اللي غادي قولوا أن ابن العربي وباه كانوا صفراء لليوسف بن تشفين إلى الخليفة العباسي في بغداد وكي اللي غادي قول اللا هم خرجوا من الأندلس غاربين من قمع المرابطين حيث ابن العربي الأب كان من رجال معتمد ابن عباد اللي حبسه يوسف بن تشفين الباحث إحسان عباس في بحثه رحلة ابن العربي إلى المشريق كما صورها قانون التأويل المنشور في عدد عام 1988 دي المجالات الأبحاث اللبنانية كي رجح السبب الثاني وكي رجح الواحد المخطوط نادر ما تنشرش كي نكتبو ابن العربي بنفسه عنوانه قانون التأويل فيه ابن العربي كي ربط سبب هدى الرحلة بدخول المرابطين للمدينة ديالو وكي وصف حالتهم وهم صافرين والإعداء كي شمتوا فيهم اللي كي همنا هنا هو أن ابن العربي في رحلة الطويلة هذي تخل فلسطين وزار المسجد الأقصى كي عودنا في كتابه على واحد القصة تقدر توريك الحركة العلمية كيفاش كانت نشيطة في القدس في ذيك العهد وكي قلنا أنه لما تخل المسجد الأقصى وصلى فيه أول مرة سالة وخرج تمشى مع باب الأصباط تخيلها المغربي خرج من المسجد الأقصى تمشى في الشارع بين الناس والبيعة حتى أجب الرسول لأحد ناس علماء تم قلسين كي تناقشون قرب عندهم لكي يسمع فأجب الشيخ من بينهم كي هدف مسألة فقية ابن العربي يقول أنه مفهم فيها حتى حف وهذا العجز لفهم خليه قرار أنه يبدأ بوحده رحلة خاصة به رحلة لأخذ العلم في فلسطين رجع عن ضباه لكي يسعد لكي يكمل مكة وقال له غي سيرنتا الحج ديالك أنا لست بغاثم عن هذه البلدة حتى أعلم علم من فيها وأجعل ذلك دسورا للعلم وسلما إلى مراقيا إذا ما فهمت شنو قال فالمعنى التقريبي بالدرجة ديالنا هو غي سيرنتا أنا هنا قلس في القدس تلقى ابن العربي بشيخ مغربي أندلوسي آخر هو أبو بكر الفهري الطارتوشي اللي كان ساكن وملتزين في المسجد الأقصى كي قرية تما في مكان سماه ابن العربي الغوير حدد مكانه بين باب الأصباط ومحراب النبي زكريا عليه السلام ثم انقطع ابن العربي عند الدنيا وبقام انشغل غيب القراءة وبحضور المناظرات اللي كانت تجري تما بين شيوخ المذاهب الإسلامية وحتى بينهم وبين طوائف الدنيا الأخرى بعد ذلك بمدة سيمشي ابن العربي لمدينة عسقلان هذه عسقلان هدمت بعد حرب 48 ابن العربي سيبقى فيها لمدة 6 أشهر ومع أنه لا يجعله وصف كبير لها إلا أنه من جمله القليل عليها منقدروا أن فهموا أنها كانت مدينة عامية مزدهرة وفيها ابن العربي أخذ من العلماء ديالها يرتوي منهم كيف ما قال في نابلوس اللي بقى فيها حتى هي الأشهر سجل ابن العربي إعجابه بأخلاق النساء فيها حيث بالنسبة له هو ما شافش أعف ولا أصوا من نساء نابلوس وكان قول ما شافش حيث إعجابه بأخلاق النساء في هذه المدينة كان بالأساس حيث نساء نابلوس ما كانوش كيتشافو وما كيظهرواش خارج بيوتهم إلا من جمعة الجمعة في الجوامع سيرحل ابن العربي إلى عكا ومنها إلى دمشق وبعد سنوات غديرجع للأندلس في وقت كانت فيه جحافي الحملة الصليبية الأولى كتجمع في القسطنطينية لمهاجمة الشام واحتلال مدنها خصوصا بيت المقدس القدس اللي حاصرها الصليليين لمدة أربعين يوم حتى سقطت في الدهم وكيف ما كيقولنا ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ سقوطها أدى إلى قتل أزيد من سبعين ألف من سكانها منهم جماعة كبيرة من أئمة المسلمين نفسهم لتلمد عليهم ابن العربي في المغرب غد يعيش ابن العربي في آخر حياته حتى هو سقوط دولة أخرى دولة المرابطين وغد يتذكر مصادر الموحدين قدومه جاء من الأندلس المراكش باش يقدم البيع على الخليفة الموحدة عبد المومن بن علي اللي كان وصل بجيوشه للأندلس بعد مرحد المغرب الكبير في المغرب وبالضبط الفاس فين باقي موجود داري الحدابة غد يتوفى ابن العربي في عام 1148 ميلادية وفي نفس هذه الفترة الزمنية في عام 1154 ميلادية كان رحالة مغربي الآخر والتسبتة الشريف الإدريسي يقول في كتابه نزهة المششاق أن ضيار فلسطين حسنت له البيقاع ثم يضيف أنها أزكى بلاد الشام وأن فيها بزافة أشجار الزيتون لكن هذا الوصف درية كيتبعه وصف فلسطين وهي محتلة في عهده وكيف ما يقولنا في كتابه غزة كانت صافي سيطرت عليها الحملة الصليبية والقدس اللي يقول أنها مدينة جليلة وقديمة كانت حتى هي تحتلت وكيظهر من وصفه لها والكنائس ديالها الكثيرة تغيان المظاهر المسيحية عليها وصفه المسجد الأقصى غادي يكون قصير وغادي يذكر قيمته بصيرات الماضي فغادي يقول أنه كان معظما في ملك المسلمين بينما عسقلان اللي قال عليها أنها مدينة حسنة وبها أسواق كانت خلها صاحب القدس بجيشه الصليبي وكانت تحت الدو الإدريسي اللي يرسم أحد أشهر خرائط العالم القديم واللي هو كيفما كده اللي اسمه من نسل الأداريسة اهتم أكثر بالوصف الجغرافي فكان في كل مرة كيحسب المسافة بين المدن الفلسطينية وكيقول مثلا أنه بين رفح وغزة كين مرحلة وبين بيت المقدس ونابلس يومان ومن الرملة اللي قال عليها أنها مدينة حسنة عامرة إلى نبلس كين يوم غيال ملاحظة اللي غادي تكون أكيد اكتشفتها بالذكاء المعهود هي أن الإدريسي مذكر المعارك والجهاد اللي كان واقع في ذلك الساعة ضد الاحتلال الصليبي في فلسطين حيث نعرف أن مغربة كثرة كانوا تماما مثلا ابن الأثير غادي قلنا أن شيخ مغربي ذائع الصيد هو أبو الحجاج المغربي الفندلاوي صاحب كتاب تهديب المسالك في نصرة مذهب مالك استشهد في الشام في ذلك الفترة بالضبط يمكن أن لم يذهب في نفسه للمناطق اللي هضر عليها في كتابه بل هو غالبا نفس لها الرحالة وكتفه بجمع الأخبار منهم والتأكد منها بمقارنتها بالليقرة في الكتب والليسمع من أخبار الدكتور محمد مؤنس في كتابه الجغرافيون ورحال المسلمون في بلاد الشام زمن الحروب الصليبية سيقول لا هو مذهب بنفسه ولهو بالنسبة لي وانت حرط سيق البريتي يبقى رئي غير مرجح السبب الثاني هو أن الإدريسي كان في خدمة ملك سيقلي المسيحي روجر الثاني فيلاحظ أنه عكس الرحالة المغربات الآخرين ما عبرش على عداء الدين للنصار في كتابه والعداء الوحيد الذي كان واضح في كتابه هو ضد الموحدين وضد الخليفة المعاصر عبد المؤمن بن علي الذي كان ذلك الساعة مسيطر إلى سبتة موطي الإدريسي ثم منها مد حكمه ليشمل كل أندلس الجزء الأول كنت هنا نطلقهم يومين في جزء الثاني نضر فيه على مغربة آخرين وصلحتهم القدس في أزمين الناحقة ونضر على القصرة مشهورة عقوب منصور مع صلاح الدين الأيوبي وعلى وقف أبو مدين لا تنسى تسعمل الكود برومو ديالي نوفل إذا كنت مهتم بسرد برساندويف وإذا بريتي دابا قلنا نزاش نبالك